طلاب طالبات الصف العاش ترجي لألفين وثمانية الغاليين تعالوا خلينا نكمل درسنا التطبيقات على القوة درسنا في ثلاث أجزاء لطيفات خفيفات بعرفنا أشكال القوة اللي هي حوالينا بشكل عام طبعا مش كل شيء لكن أشياء إنه نتعرف شو هي القوة وشو أنواعها بداية راح نبلش بقوة الشد وأكيد سمعانين فيها وأكيد إحنا بنتعامل فيها بشكل يومي ثنين القوة العامودية هاي بكل لحظة موجودة ونتأثر فيها ولما نأخذها بالتفصيل راح نكون عارفين وين هي وين موجودة ونشوف أهميتها اللي ما بتقل عن قوة الاحتكاك كمان شو هاذ كله؟ كله بسيط أستاذ بدنا بستركيز ونمشي حبة حبة مع المواضيع وبتصير أمورنا إن شاء الله كلها تمام تعالوا خلينا نشوف أول تطبيق من تطبيقات القوة اللي هي قوة الشد تمام رمزة F T مشان كون عارفين وواضحين بين بعض إنه رمزة F T تنشن فورس تمام شو هي هاي؟ هي قوة سحب تؤثر في جسم عن طريق سلك أو خيط أو حبل يعني هذا صندوق بنوصله بأي إشي بدكم إياه حبل سلك خيط شو ما بدكم ساحتكم ونتو اختاره بنوقف واحد هنا تمام هيك وقاعد بشد هاي شو بتصير؟ قوة شد بهذا الاتجاه بنسميها F T تمام شغلتنا إذن بسيطة خفيفة ما فيها غلبة وكل القوة شفتوهن رح يرجعونا على ثلاث قوانين عارفين إيش هم قبل ما نكمل طبعا التعريف رح يرجعونا على قانون نيوتن الأول الثاني الثالث بس تمام متذكرينهن؟ لا تعالوا خلينا أذكركم فيهم سريع قبل ما إحنا نكمل التعريف لأنه لازم نكون عارفينهن وين ما إحنا بدنا نتعامل مع قوة ستادي لازم نكون فهمين مشي يعني قانون نيوتن الأول اللي بيحكي لي محصلة القوة على جسم بتساوي صفر فهذا الجسم شو بنسميه قلنا متزم تتذكروا هذا الحكي بالفصل الأول ثنين قانون نيوتن الثاني اللي بيحكي لي محصلة القوة بتساوي M في A إنه الجسم إذا أثرنا عليه بقوة هذا الجسم رح يكتسب تسارع علاقته طردية معيش مع القوة المؤثرة فيه ثلاث إنه قانون نيوتن الأول الثاني الثالث هذا قلنا رح يكون أو يلزمني مش زي هذا إنه عادي جسم واحد وبنأثر عليه بقوة هذا لكل فعل فعل رد فعل ببساطة فلما بنحكي F2-1 بتساوي سالب F1-2 كيف هذا السادة الحكي تتذكروا لما احنا حكينا بالدرس الأول عن الكرتين وكان في هاي قوة وهاي قوة سمينا هاي F1-2 و F2-1 سميناها قوة متبادلة نفس المقدار عكس الاتجاه تمام هذول الثلاث قوانين هما أساس درسنا فاهمينهن عارفينهن هولا بس احنا بدنا نطبق عليهم بس هذا كل اللي بدنا نعمله فتعالوا نشوف التعريف بس مرة ثانية لما بيحكيلي قوة سحب تمام تؤثر فيه جسم عن طريق سلك خيطة وحبل تمام وتؤثر فيه اتجاه طول الحبل أو الخيط يعني أستاذ القوة هاي ما راح تكون هيك لا هي بس راح تكون زي ما هي على طول الخيط ممتاز فبيحكيلي تكون قوة الشد على شكل أزواج رجعوني على كلمة أزواج فعل ورد فعل يعني في قوتين متساويتين بالمقدار متعاكستين بالاتجاه على نفس الحبل أستاذ شوفوا شو بيحكيلي فنلاحظ في الشكل المجاور وينه الشكل هايه انه اليد قاعدة بتشد الثقل لوين للأعلى تمام هايها والثقل قاعدة يشد اليد لوين أو الخيط للأسفل فهاي هي ببساطة قوة الشد تمام والثقل يؤثر بقوة شد لوين للأسفل وتكون القوتان متساويتان بالمقدار متعاكستان بالاتجاه هذا مين يذكرني بقانون نيوتن الثالث صح ولا لا أستاذ ممتاز تكون قوة الشد متساوية في جميع أجزاء الحبل عند إهمال كتلته لما يكون بأغلب أو كل أسئلتنا رح نكون مهملين كتلة الحبل في جميع الأجزاء الحبل مهما كان طوله وين الحبل هايه في جميع الأجزاء رح تكون القوة المؤثرة عليه متساوية ما رح تختلف طيب فتعالوا هس خلينا نشوف هاي إنه في حالة الاتزان الديناميكي أو الاتزان السكوني شو الفرق بيناتهن أستاذ نرجع نتذكر قانون نيوتن الأول لما كنا بنحكي عن اتزان ديناميكي يعني جسم قاعد يتحرك أوكي لكن إلو شرط إنه تسارع لازم يكون صفر متى تسارع الجسم يساوي صفر أستاذ شو العجقة هاي تعالوا خلينا ننظم الأمور مشان ما بدي إياكم اتتوه هاي المعلومات ما بتفيدنا بس السنة بدي إياها تطل ببالكم لحد ما تنهو موضوع الفيزياء آخر امتحان فيزياء بتقدموه انسوهم الموضوع إنه إحنا لما بنحكي اتزان ديناميكي أو أي كلمة اتزان فمعناها محصرة القوة بتساوي صفر هاي قلنا إلها نوعين يا إما بيكون الجسم ساكن يعني في إلو بتساوي كم صفر تلقائيا تسارع بيساوي صفر فبيعطيني إنه محصرة القوة بتساوي صفر تمام النوع الثاني إنه في بتكون ثابتة يعني الجسم يتحرك بسرعة ثابتة قلنا بهاي الحالة التسارع كم بيكون ممتاز التسارع بيكون صفر فهذا بنسميه ديناميكي هذا سكوني هذول المعلومتين بيظلم ببالنا بشان نكون مبسوطين ومرتاحين وما نزعل من بعض طيب بنشوف إنه أنا هو بحكيلي إنه ساكن أو متحرك بسرعة ثابتة تمام ستكون قوة الوزن مساوية لقوة الشد يعني عليكم يعني بحكيلي هذا الصندوق قاعد يتأثر هاي تمام أنا بدرسمه نقطة بدريح حالي بنسميه مخطط الجسم الحر زي ما كنا نسميه زمان هاي لتحت إيش دايما قلنا FG ولفوق شو في عليه قوة ثانية هذا الثقل Ft ممتاز بحكيلي إذا كان الجسم في حالة اتزان يعني Ft والقوة الثانية عكس الاتجاهي عمدي أطرح FG شو بتساوي صفر لما أنقل هاي للجهة الثانية فبتصير Ft بتساوي إيش FG أستاذ طيب هذا الحكي شو يعني إنه قوة الشد بتساوي الوزن يعني عليكم هذا الحكي اللي إحنا بدنا إياه وندور عليه فتعالوا خلينا نشوف إنه أي حبل أستاذ إحنا إذا شديناه بقوة زيادة عنه لزوم رح ينقطع طيب أستاذ شو السبب السبب أستاذ إنه أنا والله حبل أو مثلا دلو في حبل مربوط أنا قاعد أرفع شوي شوي ما رح ينقطع ولا ما يحزن لكن نفس الحبل ونفس الدلو لو أنا شديتهم هيك فجأة بسرعة لأنه هيك أنا قاعد أزيد من القوة المحصلة للأعلى تمام أستاذ ركزوا معي إنه أنا تعالوا خلينا نشوف هذا السؤال اللي هو جوابه إنه هذا الحبل تمام إنه أنا شديته بقوة أعلى تمام فبتلاحظوا إنه بهاي الحالة كانت محصلة القوة بتساوي صفر بينما بهاي محصلة القوة كانت أكبر من صفر ليش؟ لأنه لما أرفع شوي شوي محصلة القوة رح تظلها صفر فالحبل أموره تمام ووضعه مستتب لما أرفعه بقوة رح يصير في عندي محصلة لهاي القوة لوين؟ للأعلى لأنه صارت قوة الشد أكبر من قوة إيش؟ الوزن فهاي بنحكي له إنه Ft أكبر من Fش الجي بهاي الحالة بهاي الحالة إذا كانت أكبر من حد معين بنسميه قدرة التحمل اللي هي Ft ماكس أكبر قوة شد ممكن أن يتحملها الحبل رح ينقطع إذا كانت أقل ما رح ينقطع تمام مستتب طيب بينما شوفوا لي هاي الحالة إنه حكاة للقوة المحصلة بتساوي صفر فإذا Fg بتساوي Ft هاي المريحة جدا بهاي الحالة ما رح ينقطع هذا الحبل لكن بهاي الحالة رح ينقطع لأنه قوة الشد رح تكون أكبر من قوة الوزن وأكبر من مقدار بنسميه قوة الشد العظمى اللي بتحملها هذا الحبل فشوفوا شو بحكيه للسؤال مربوطة بخيط وعند رفع الحزمة بشكل مفاجئ وبسرعة كبيرة قد ينقطع الخيط قلنا بهاي الحالة رح يكون في عندي قوة محصلة وين اتجاهها للأعلى ليش حكاة لي قد آه قد هاي حكاة لي إياها إنه والله قد ينقطع الخيط لأنه قلنا في قوة اللي هي Ftmax اللي هي Ftmax خلينا نسميها هون Ftmax هاي القوة إذا أنا كنت تحتها ما رح ينقطع إذا صرت فوقها بينقطع فمشان هيك حكاة لي كلمة قد فسر ذلك ليش لأنه صار في عندي قوة الشد أكبر من قوة الوزن وأكبر من قوة Ftmax فانقطع هذا الخيط نتيجة أنه صار في عندي قوة محصلة للأعلى وكيف يمكن رفع حزمة الحطب بدون أن ينقطع الخيط ببساطة إنه أنا أرفعه بسرعة ثابتة زي هون مشان أخلي محصلة القوة بتسابي صفر كيف برفعه بسرعة ثابتة بس هذا هو درسنا تعالوا خليشوف الأسئلة خفيف لطيف ما بده غلبه دلو ما كتلته وكتلة الماء الذي يحتويه هاي هذا دلو الماء كتلته عشر كيلو جرام معلق بحبل في الهواء كما هو موضح في الشكل إذا كان مقدار أكبر قوة شد يتحملها الحبل قبل أن ينقطع فبنحكي له فت ماكس كم بتساوي؟ 150 نيوتن ودلو في حالة سكون آه يعني سرعة كم؟ صفر يعني محصلة القوة إلو كم بتساوي؟ صفر يعني قوة فج بتساوي فت تمام؟ شوفوا بس من كلمة حالة سكون احسب قوة الشد المؤثرة في الحبل شوفوا لي هذا الجسم قاعد يتأثر بوزن للأسفل FG قلنا كيف بدنا نحسبه؟ بسيطة عشر ضرب عشر اللي هو أنفي ج وتساوي 100 نيوتن نمتاز وفي عليه قوة ثانية أستاذي حكينا إنه في حبل عليه الحبل هذا بيعطيني Ft بحكي لي كم هاي Ft إذا كان الجسم في حالة سكون قلنا محصلة القوة فكم بدها تساوي صفر فإذا Ft ناقص Fg ليش أستاذ ناقص؟ لأنه حكينا عكس بعض برافو علينا بتساوي صفر فبننقل هاي للجهة الثانية فبتصير Ft بتساوي Fg طيب Fg مش حسبناها هايها مية ممتاز فبنحكي له 100 نيوتن هذا الفرع الأول يا مبسط بنشوف الفرع الثاني قوة الشد في الحبل إذا تحرك تحرك يعني محصلة القوة ما بتساوي صفر إلا إذا كان سرعة ثابتة لكن هو حكا لي بتسارع إذن لما يحكي لي بتسارع سرعة ثابتة لا طبعا فبنحكي له ايه كم بتساوي 2 متر لكل ثانية تربية آه هذا كيف بننفكر فيه حسب قانون نيوتن الثاني أو خلينا نغير اللون خلاص بي كفينها آه نحط الأزرق قانون نيوتن الثاني بيحكي لي محصلة القوة بتساوي M في A الجسم قلنا قاعد يتأثر بقوتين دائما FG وFT فFT ناقص FG شو بتساوي M في A ممتاز شو طالبني قوة الشد فهاي احنا حسبناها الهمية وهي FT ظلت زي ما هي بتساوي M كتلته عشرة والتسارع معطيني إياه بالسؤال اللي هي هيها اثنين والوحدات كلهم تمام فأمورنا طيبة فبنيجي نكمل الحل هون بنحكي له Ft ناقص 100 بيساوي كم 20 فزائد 100 زائد 100 فFT شو بدها تساوي 120 مين نيوتن طيب بتلاحظوا استاذي انه قوة الشد اكبر من قوة الوزن فيعني الخيط بده ينقطع لا ليش لانه هاي قوة ال Ft ماكس فقوة الشد اللي انا قاعد اشد فيها صح هي اكبر من قوة الوزن لكن اقل من Ft ماكس فما رح ينقطع الحبل واذا كانت اكبر فمعناها لوين قاعد يتحرك للاعلى طيب اذا كانت اقل فهو قاعد ينزل للاسفل طيب اذا طلبنا من Ft الماكس اللي هي ناقص F الجي شو بتساوي M في A ماكس يا السلام فFT ماكس و A الماكس هي الاشياء اللي احنا بدنا ندور عليها وبنكون عارفينها طيب Ft ماكس انا بعرف انها 150 ناقص هاي 100 ما بتتغير بحالتنا هاي M اللي هي عشرة والA ماكس اللي طلبني اياها هذولا مع بعض نيجي نكمل هون 150 ناقص 100 بتساوي 50 وبتساوي 10 A ماكس فصفر مع صفر بتروح A الماكس كم بدها تساوي 5 متر لكل ثانية تربية شفتموا ما ابسطوا السؤال الساد شو عرفك من هاي اكبر تسارع اكبر تسارع بدي ارجع للماكس اللي هو معطيني اياها بالسؤال هاي تمام فبدي اكون منتبه لهاي النقاط لما اجي انا احل هيك اسئلة واذا حكالي والله طيب شوف اذا الحبل ينقطع او لا اذا كان تسارعه 4.2 متر لكل ثانية تربية رح نحكي له والله A ماكس له 5 وهاي 4.2 فمعناها ما رح ينقطع طيب 5.3 اه رح ينقطع تمام استاذ طيب تأكيدا للمعلومات اللي احنا تعلمناها تعالوا نشوف السؤال اللي بعده عادي لو وقفت الفيديو جربته ورجعته عادي انك ما تكون عارفة حل بس انه جرب مشان احنا بعدين نرجع نأكد المعلومة ونوضح النقاط اللي احنا بدناها فتعالوا نشوف يستخدم عبدالله دلو ماء مربوط بحبل لرفع الماء من بير اذا كانت كتلة الدلو كم وهو مملوء بالماء 15 كيلو جرام مباشرة FG شو بتساوي M في جي 150 نيوتن ومقدار اكبر قوة شد FT الماكس بتساوي 180 نيوتن طيب والحبل مهمة للكتلة شو منستفيد من هاي انه جميع النقاط بالحبل راح تتعرض لنفس قوة الشد وغير قابل الاستطالة هاي كمان اشياء احنا لنخلي السؤال شوي اسهل وابسط طيب بالفرع الاول بده قوة الشد في الحبل اذا سحب عبدالله الدلو الى اعلى بتسارع مقداره واحد ونص متر لكل ثانية نحط الدلو هذا الدلو قاعد يتأثر بقوتين استاذي FG لوين للأسفل وقاعد يتأثر بقوة ثانية FT للأعلى فتعالوا خلينا نشوف الفرع الاول كيف بدنا نحسبه الفرع الاول بحكيه لي بدي قوة الشد لما التسارع بيكون واحد ونص فبنحكي له ايه بتساوي واحد ونص متر لكل ثانية تربيه تعالوا خلينا نشوف الدلوم مش بحالة سكون فإذا قانون نيوتن الثاني نستدعي كم A فهاي FT ناقص FG شو بتساوي M في A ليش الساد ناقص دائما لأنه هي دائما للأسفل فدائما راح تكون ناقص فFT بدنا ناقص FG طلعناها 150 بتساوي M M M اللي هي 15 في A اللي هي واحد ونص طيب هزا شو بنا نعمل نضطر نحسبهن بالآلة حاسبة بنيجي هون بنحكيله إنه عندك 15 ضرب واحد ونص 22 ونص فFT ناقص 150 شو بتساوي 22 ونص شو بنا نعمل الرحل هاي على الجهة الثانية بنجمع الطرفين فبتصير FT بتساوي 172 وياسلة ونص هيك أمورنا تمام ممتاز شو الوحدة نيوتن هاي بكل الحالات لا أستاذي فقط إذا تحرك الجسم بتسارع واحد ونص بس طيب الفرع اللي هي أخير بحكيلي أكبر تسارع يمكن أن يسحب به أو يسحب به الدلو قبل أن ينقطع يعني بدل A ماكس نفس السؤال القبل شوي FT ماكس ناقص F في الجي شو بتساوي M في A ماكس تمام FT كم أعطاني إياها ماكس 180 هايها ممتاز ناقص FG 150 وبتساوي M كتلته 15 في A الماكس ممتاز 180 ناقص 150 بس 30 بدون آلة حاسبة 15 A ماكس برضو ما رح نحتاج لأنه تقسيم 15 على 15 هاي بتروح رحلة A ماكس بتساوي 30 على 15 2 متر لكل ثانية تربية وسلامتكم هذا اللي أنا بدي إياه منكم تكونوا دايما مستوعبين شفتوا كيف إحنا حلينا بطريقة سهلة خفيفة لطيفة بدنا نكون ماشيين بترتيب صح عارفين إحنا شو اللي قاعدين نعمله وعارفين خطواتنا كيف بدنا نمشيها لحتى ما نتوه وما ننعجق أستاذ ونكون عارفين إحنا النقطة اللي بدنا نوصلها هذا أول تطبيق إذا إنتوا شفتوا إحنا تعرفنا على إيش جديد لا هو مجرد بس إنه قوة شد لكن إحنا مرجعنا وين كان النيوتن النيوتن وين ما رح نشوف قوة رح نشوف النيوتن يعني قوة النيوتن قوة النيوتن وين ما رح نشوفها رح نشوف إيش النيوتن فالله يرضى لي عليكم مواضيع أو قوانين النيوتن ما بدنا ننساهن بدنا إياهن يظل الموجودات لآخر امتحان فيزيا رح تقدموه ننسوهن بعد هيك لكن طول ما إنتوا قاعدين تأخذوا فيزيا ضروري تكونوا عارفينهن وباستمرار مركزين عليهم ومراجعينهم وهذا تطبيق الأول اللي هو قوة الشد المرة الجاية رح نبلش بالقوة العمودية برضو قوة بسيطة ما رح نتغلب فيها كثير خفيفة لطيفة في إلها حالات برضو رح نرجع لقوانين النيوتن ما رح نتعرف على إشي جديد نهائيا بس إحنا قاعدين نفصل المواضيع عن بعض لنكون محددين والله هي قوة شدة هي قوة عمودية هي قوة احتكاك هذا بنهاية درسنا بنكون فاهمينه وعارفينه الله يوفقكم دائما تركيز عالي الهمة عالية والمعنوية عالية وأي حدا بيحتاج إشي سؤال استفسار هذا رقمي بأي وقت تقدروا تتواصلوا معي الله يوفقكم طريقكم دائما خليها بكل همة وعزم من تماشينها لنشوفكم دائما بالمقدمة بنات المستقبل والجيل الذهبي اللي إحنا بنبني عليكم آمال كبيرة سواء أنتم 2006 و2007 حتى 2009 كلكم بدنا إياكم لتكونوا قادة بالمستقبل لإشي مشرق وحياة أفضل ولمستقبل بيكون زي اللي إحنا بنتخيله كله فرح وسعادة وراحة الله يوفقكم ونشوفكم على خير بالحصص الجاي والسلام موسيقى 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 شكرا